ازايكو الاخبار اي حد بيسمعنا على آآ منصات البودكاست اهلا بيكو اي حد بيشوفنا على منصة اليوتيوب قناتي احمد سعيد فاهلا بيكو اي حلقة جديدة من بودكاست المصورين اخيرا رجعنا للبودكاست تاني بعد غياب طويل والنهاردة معايا صديقي شخص يعني جميل الصراحة انا بحبه في الله احمد السعيد ازايك ازايك عمل لي اخبار كله ازاي الفل الحمد لله كله مية مية كله تمام منور الدنيا مولع انت الدنيا في السوق خالص حبيبي والله انت منورة بي كنتم حبيبي حبيبي انت عمل ايه كله تمام زي الفل اه مستعد للبودكاست جاهز احنا تجربة حلوة بصراحة ازايك ربا هنلغي في حاجة تانية كتير اوي 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 تمام فان شاء الله يكون اه موضوع لطيف بالنسبة لك وموضوع لطيف للناس يا رب اني بخفف على الناس امين ان شاء الله بص احنا طبعا حاجات دي تزعف رمضان فمش عارف بقى الناس اه كرسون طيبين رمضان كريم يا جماعة فترانا بقى والتقلانة ولا قاعدين بيسمعونا اه بص اول سؤال بس ايه اول الناس عموما في اول ما قدش بودكاست اعرف ناسك الناس اللي هي ممكن ما تكونش عارفاتك يعني فيه برضو ناس ممكن تكون برة مصر بتشوفنا تمام فعرفنا اه للناس وقل لنا حكي لنا عن بدايتك او ايه اللي دخلك في قصة التصوير دي حلو اوي زي الفل انا انا مصور انا اسم احمد السعيد انا مصور فيديو اه انا بدايتي من الاول يعني انا من زمان والناس صغير شوية غاوي شوية موضوع التصوير كان اه والدي يعني برضو معا كاميرات قديمة كده اللي هي الكاميرات اللي انت بتصور بيها ياشك او الحاجات دي اه 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 تروح تشتري الفيلم فوجي ومش اعرفها كده تروح تطبع الفيلم وتحمده تشتري الفيلم على مقاس معين وكده فكان غاوي فجاب لي كاميرا اه في الاول كان كاميراته هو الكاميرا القديمة بتاعته اللي بصور بيها يمكننا حتى ان انا عشان انقلم الصورة الصورة كان موضوع حاجة زي منافلة كده تنقل بشكل منول بعد كده اطورت شوية ورح جاب لي كاميرا ديجتال لها الكاميرا بتنقل لوحدها دايركت من غير المنافلة دي اه تطور بقى اه ده كان تطور اه اه بص كانت حاجة بالنسبالي يعني فكنت غاوي الموضوع جدا كنت بنزل بنزل بسافر مع اصحابي او حاجة زي كده بصور بس بشكل هواية يعني عمر ما كان في دماغي تمام ان انا اشتغل في المجال دا خالص كانت احلم وطموحات بقى اللي هو شوية مهندس بترول شوية ما كنتش عارف عايز ايه بصراحة يعني عمر ما كنت عارف انا عايز ايه كل مدى حلمي بيعمل له قد ديت كده بناء على موقف بتحصل حوالي شوية مسلا انا هدخل البورصة شوية لا انا هشتغل مهندس بترول لا مجموعي ما جابش فانا هبقى ان شاء الله في البورصة بعد كده قررت ان انا بقى ماركتنج جامد يعني محاسبة يعني ما كانش في حاجة متأس انا كنت محتار يعني في الدنيا لما بدأت شوية في موضوع التصوير كان في التوقيت دا في الاول وانا في سنوي عام كده كنت برضو بشتغل على برامج المونتاج مش برامج المونتاج بالمعنى الضخم بتاعها كان ايه برامج ساعات هالشهر اه كان بداية مع الويندوز ابو الزبط كنت اجيب صوري كده وحطها ورا بعض وحط عليها صور اغناني محمد فوايات وكان سبب اصلا ان انا بدأت في موضوع المونتاج دا ان انا كنت قاعد على عند ابن خالي مرة وبفتح الجهاز بتاعه بقلب فيه فلقيت فيديو اخوه عامله على الموفي ميكر او فيديو عجبني قلت له دا معمول ايه قال الموفي ميكر قلت طب اجرب واشوفه عجبني الموضوع ان انا قلده او عمل زيه او كده فبدأت الموضوع دا ان انا خدت صور ليا وبعد كده بدأت احطته وحطت عليها قناة حبيبي ايه بتاعت محمد فوايات معرفش له هو صورة صورة وانا اعمل كده ايه صورة وانا اعمل كده كان موضوع ويرد شوية بس كان يعني ايه او زي السلاد شو يعني اعملت السلاد شو والتايتل في الاخر كده يعني بيك سانك مثلا لمحمد فوايات يعني شكرا مش عارف دا اي ريكتة باي معرفش ليكن هاويني الحوار وعجبني وكنت ممسوط بيه دا بالفيديو كأن اعمل عمل انجاز في الحياة يعني وفي نفس الوقت برضه انا كنت بصور هواية الاتنين كنت بعملهم مع بعض بعد كده بدأت ان انا اتطرق شوية في موضوع ان انا ايه في المونتاج ان انا كنت بتفرج على روتانيا سينما زمان غمض عينك والحاجات ديت فكان بيعجبني قوي الحاجات اللي بتحصل في الفواصل اللي هو مسلا يجيبه مشاهد من افلام على اغنية فالموضوع دخل في دماغي قلت طب انا ليه ما اجربش اعمل حاجة زي كده قمت رايح جايب كان ايما فيلم الجزيرة الجوز الاولاني قمت جايب فيلم الجزيرة ده قطعته في رمات صغيرة خالص وقررت ان انا اعمله على منتاج على فيديو على تراك بتاع فيلم سو هو انت كده انت لست بتدريس ولا خلاص دراسة كل ده لها في سنوية انا كنت سألوه لسه في سنوية سنوية اعم بس كان الموضوع يعني ايه داخل دماغي ان انا اجرب ام بجبت الفيديو وقعت قطعت وعملت بعد كده جيت عملت برضو بعدها تاني على فيديو هندي كده فيلم هندي جبت برضو على اغنية الوقت الجسار بدأت ان انا شوية باخد على كل دعا الموفميكر بجيبي الفيديوهات وقطعها واعمل منها كليب في الاخر يعني عملت كذا حاجة من الحاجات دي برضو كنت وعدة اعملت وصورت حاجة شابها بتاعت مناية اللي هو ريفيرس والحاجات دي كان الموضوع غاوي قوي معايا بتتسلى بتتسلى بالزبط كده لحد ما جيت في الجامعة انا كنت شوية في غاوي في انشطة تحت طلبة يعني ما كنتش قاعد كده غاوي تحت طلبة والكلية والأسر الطلابية وانشطة الجامعة وكده قررت كان في سنة مليئة من السنين كنت دخلت مسابقة في الجامعة اسمها مسابقة العروض التقديمية بنسافر سوهاك بنعمل عرض قدام الناس وبناء على كده ايه بيترشح حد يكسب في الاخر وكده كان قدامنا 11 جامعة سافرت وشوفت قدامي العروض والحاجات ديت عجبني الموضوع وكان كنت حس ان انا محتاجي ان انا دخل عنصر جوه فكرة ان انا ما ينفعش بقى طول الوقت واقف قدام السلادشو باتكلمه بس لا انا عايز ادخل عنصر جوه الابتعي دي كانت اول سنة ليا ما كنتش عملت فيها حاجة يعني كان مجرد ان انا بقى فاتكلم وخلاص يعني كنت بس بلعب في عرض الحاجة قدام الناس بخرج برا الاطار التخليدي شوي جات بقى تاني سنة لما جيت سافرت انا في التوقيت ده كنت اشتريت كاميرا كنت في كلية ايه كنت في كلية تجارة تجارة ايه تجارة عربيعة دي اه تجارة منصورة في التوقيت ده انا برضو قررت ان انا اشتري كاميرا انا عندي اسرة طلابية واصور بيها حاجات لي انا كان ايامها زمان قبل ما تقول يعني اليوتيوب ينتشر او يكبر او حاجة زي كده لدرجة ان انت كنت تشتعل على فكرة المنتديات يعني ان انت تفعل المنتدى اه فاكر اه حاجات دي وتخش اه 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 يعني كنت تغيب الموضوع ده هوي منتدى فتكات بالزبط ها 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 ه فكت عايز اعمل انا ايامها برنامج وكنت عسلم ايه لنبض الجامعة في التوقيت ده بس طبعا يعني ايه الكسل اه ممكن ان انا يعني مليش في الشغل او او مكنت حسن موضوع صعب علي وجربت عمل حلقة اول حلقة بس يعني مليش منها نجاح كبير او يعني لكن بس كنت بجرب بالحوار بالكاميرا دوات وفي نفس التوقيت دوات كنت سافرت برضو تاني سنة بقى لمسابئة الجامعات بدأت هنا أن أنا أستخدم الكاميرا في إزاي أستفيد منها جوة البرزنتيشن بتاعتي كان إحنا عندنا ثلاث عروض الثاني عرض بالنسبة لي أنا كنت أعمل فيه فكرة لطيفة كده إن أنا قاعد أهوات وبتكلم مع الشاشة وكأن فيه يعني فيه يعني البرزنتيشن بتاعت كان فكرته أن أنا قاعد مع حد بتكلم معك إن أنا قاعد في برنامج إحنا بنعرض الموضوع بس بشكل كأن أنا قاعد بتكلم معك كده كان أنا في برنامج وفي نفس الوقت أنا هطلع من البرنامج ده لحاجة لايف من الجامعة تمام؟ هو ما كانش لايف هي كانت متسجلة بس كنا من ساستمين الأمور إن أنا بعد فترة أنا هسألها مثلا كانت بنتها أقولك مثلا هل تسمعني أسمعك بوضوح لقطة كده كنا هنعملها ومزبطين السواني بتاعتها عشان لما نيجي نعرضها قدامهم في العرض طلقت مع الناس وما بقوش فاهمين ده إيه ده العرض عجب الناس جدا تاني يوم عملت فكرة كنت أنا أيامها بتفرج شواركتها على الفيسبوك على دكتور في جامعة كده كان عمل برزنتيشن عبارة عنه هو كان بيتواصل مع داتا شو يعني مثلا بيتكلم يدخل إيده فتطلع مع داتا شو عجبني الحوار ده قوي فقررت أن أنا أعمله وكان الموضوع التحدي بالنسبة لأن إحنا بنصور الكلام ده وإحنا هناك في المسابقة يعني عملنا الموضوع وعرضناه وكان الموضوع فكرته قوية شوية أنا بقى واقف بنطع تحت الستيج فاطلع في الشاشة في نفس التايم وابدأ أتكلم مع البرزنتر اللي معايا فيرد علي واسألني فرد عليه فكل ده كان مزباطينه ثواني فالناس كانت مندهشة بالموضوع ده من وقتها وانا الموضوع لاعب في دماغي قوي حسيت من كتر ما كان الموضوع فيد باك بتاعته حلوة وخدناك من مركز الأول أنا خلاص أنا عايز أعمل ده كتير أنا عايز أنفز من ده كتير بدأت أن أنا شوية هنا بقى أدخل أكتر في أن أنا إيه ليه ما نقلت من موفي ميكر رحت للكامتازيا ستوديو بعد كده دخلت في برنامج اسم اليوليد ستوديو بعدها ليه صديق اللي كان معنا هو شغال أفتر إفكت وحسباته معلمات قال لي تعالى أعلمك طول الله بينا بدأت أنها تعلم أفتر إفكت في التوقيت دوت وهنا بدأت القصة شوية في اللحظة دي حصل كده بقى مفارقة في حياتي كده وقت ما اتخرجت كله بقى اللي هو إيه خلاص بقى كل أنت فيه ده انتهى بقى والمتعة والحياة لازم بقى تشوف حياتك وتشتغل سفرت السعودية لشان أشتغل محاسب يعني هنا يعني بعد كل ده ومتاع راح محاسب برضو بالظبط هو أنا أتجين في حالة ده عيش حياتك إدعى خد راحتك هو ستخم من بودكاست بس سفرت أشتغل محاسب في السعودية تمام بموعيد عمل وصحة الصبح بدري وشغل شغل يعني عدت هناك تقريبا من عمري سنة ونص أنا مزعلان عليهم بس كانوا دارس اللي هي مهمة قوي في أن أنا أعرف أن أنا في مكان غلط ولازم أرجع عنه بصراحة يعني طول ما أنا كنت هناك كنت بقى دار فتح فيديوهاتي وحاجاتي الأديمة أتفرج عليها حاس أن في حاجة غلط أنا بعملها حاس أن أنا أخذ قرار غلط برغم أن كل اللي حوالي كانوا يعني أنت شايفين فرصة مناسبة أنت مسافر السعودية كان قامها منساش مرتبة كان 1800 ريال كان قامها الريال بجنيه وتسعين أرش يعني أنت كان مرتبة مسافر السعودية ما تغرب تلات تلاف ومتين جنيه تقريبا تم تخيل الرقم ده فالموضوع بالنسبة لي كان يعني ما عرفش كنت حصل أنه في حاجة غلط بتحصل في حياتي قررت وكان أن أنت ما ينفعش تنزل أجازة قبل سنتين قررت أن أنا أعمل فيلم على الكافيل بتاعي ومش عارفة أن أنا عندي مشكلة في حياتي ولازم أنزل وبتاع وقلت أنها هنزل طبعا كله كان فاكرا أنها هرجع تاني الشغل قررت أنها لا خلاص أنا محتاج بقى أن أنا أحول الموضوع بتاعي دوت لدراسة طب أنا هشتغل إيه أنا مش عارف مش مقرر أي حاجة في حياتي خالص نازل ومش عارف أنه هعمل إيه كنت أول قرار خدته أن أنا هشتغل في الماركتينج أنا بحب أن أنا دايما أبتكر أفكار الإعلانات برضو دماءك مش موديك لحد الفيديو لسه لسه ما فيش خالص كل ده من نسبالي تصوير وبتاع ده هواية أنا لوقتي محتاج أن أنا عايز أشتغل في الإعلانات نفسي شتغل أوه في طريق نور ومش عارف أعلى مهران ومش عارف أقول الناس ديت طب هعمل الكلام ده إزاي محتاج أن أنا هطلع أفكار إعلانات ومن خلال أفكار الإعلانات ديت هصور الإعلانات دي وبعد كده هروح أعرض على الشركات دي عشان ياخدوني وتبنوني وأشتغل معهم تمام زي الفل طيب أنا محتاج أصور رحت سألت مصورين على التصوير ممتازة هنعمل حاجة بكواليتي كويسة لقيت الأسعار والأرقام وهمية هنا بقى كان التوقيت ده اللي قررت فيه إن أنا أنا ليه بقى ما أتعلمش وأصور لنفسي وروح أقدم الشغل ده بدأت خدت كورس إخراج وكان معاي زميلي كان بياخد منتاج تمام بعد كده أخدت تصوير سينما وفي نفس الوقت إحنا ماشيين كل ده عادي في البروتس بتاعتنا يعني وأنا في الفترة دي كنت أشتغل صح كنت لا لسه في التوقيت ده كنت قاعد شوية كنت أشتغل التوقيت ده لما بدأت أعمل الموضوع ده بدأت أحس كده إيه بناحية شغف نحية الموضوع وكأن الحاجة بتتخلق جواك كده أو كأن أنت حاس أنت في مكان مصبوط أو مكان بتاعك اشتغلت في مركز تدريب في التوقيت ده بقى ساعتها ودخلت للمركز التدريب عرضت عليه الفكرة هو كان عايزنا كمسوقين للمكان عرضت عليه أن أنا هقدم له حاجة جديدة أن أنا هعمله حاجة زي شانل أو يعني أن أنا هدخل جوا المركز التدريب عنده فبالنسبة له ده حاجة جديدة شوية أن أنا إيه بدل ما أنا معتمد على الطريقة التقليدية في الماركتنج لأ أنا هدخل فيديو أكتر وحاجات وأصور المدربين بتوعك وحاجات زي كده قال لي تمامه زي الفل ده كان عرض منت ليه عرض ليه مني عشان أبعين مهاراتي ومن أنا كان مرتبي وكان ده مش من بعيد يعني كان ممكن 2012 تقريبا كان مرتبي 1200 جنيه تمام وقبلت وكنت موافق لأن أنا مكنش مرتاح إن أنا أرجع سافر تانيا كل ده منصورة كل ده منصورة بدأت بعد كده إن أنا بدأت معا إن أنا أصور وكده حاجات الحلقات وكنت بصور صور قيمها بالكاميرا برضو فجالي كده عايزين يعملوا شافوا الشغل بتاعنا وعجبهم الحاجات اللي إحنا كنت بنعلن بها عن الحاجات بتاعتنا على كروم وكنت بصورها على كرومة وحاجات زي جيبت وقماشا خضرة وأجيب عليها برضو عارق خشب وأحطها يعني الشغل من الآلف يعني من الآلف خالص تمام ومايك مش عارف أعمل إزاي والتريبود مش عارف أعمل إزاي والمكان ده يقفل زي الكاميرا في الحيطة وقف وكل الحاجات دي حتى أنا محتفظ بذكريات اللي معاها بدأت أعمل حاجات زي كده فجوم ناس بيأجروا المكان فشافوا الفيديوز دي عجبتهم طيب تعال صور لنا كرس كامل أونلاين يلا بينا لاتفقنا على الفلوس وكل حاجة قلت أخد الفلوس دي أروح لجيب بها معدات على طول وكانت دي بدايتي فعلا أن أروح تشتريت معدات إضاءة أعلي بقى المجال بتاعي شوية تكونوا في نهات بقى ومش عارف أية عشان أخليه أخير بقى نظيفة كويسة بستندات عشان أعلي شكل الحاجة بتاعتي حصل أيامة بقى مشكلة يعني بقى لأن كانت موضوع شوية الفيديو دوات لناس عندهم كرسات شوية ناس يعني ممكن نقول عليهم متنينين شوية فكان أيامة في مشاكل في البلد فالموضوع في البروجيكت واقف بس المعدات فضلت تستيل معايا بس كان معايا شركة الشركة قرروا أنهم ينفصلوا في التوقيت ده وحاسوا أن ما فيش أمل اللي سافر واللي مشي في التوقيت ده أنا كنت برضو قررت أن أنا أشتري كاميرا ليا كاميرا بقى غير الكاميرا اللي معايا كان معايا كانون 60D قررت أن أنا أجيب بقى 5D Mark III وما كانتش معايا فلوسها قررت أن أستيلت فلوسها بدأت كان نقامها حتى الأسعار ما شاء الله أسعار جميلة يعني تمام جبت الكاميرا وقلت أبدأ بقى أجرب كده مع نفسي أن أنا أصور حاجات بشكل professional أكتر حتى أنا لم ننساش لحد النهار ده البوست اللي أنا نزلته وأن أنا فرحم بالكاميرا ديت وعليها المايك من فوق كنت مبسوط قوي يعني بدأت أن أنا أعرض خدماتي على ناس في المنصورة ليوم متابعين يعني أنا هجأ أصورك ببلاش هعمل لك حلقات كان أولهم حد اسمه صلاح سليم عندنا في المنصورة يعني طوله أعرض عليك أن أصورك حلقات ببلاش في مقابل الحلقات ديت هي أنت بتشيرها وبتكتب اسمي وبتعرف وبرضو كنت بتكلم بتواصل مع ناس في مصر يعني مرضو من مثلا ناس معروفة شوية مش عرف حسام هيكل كم حد برضو كده من الفئة اللي هو الدينية شوية أنا هنتج لك أعمل لك برامج حاجات زي كده وفي نفس الوقت هتشير لي كل ده أنا يعني بجرب بروح هنا وبروح هنا وبروح هنا عشان أشوف أنا محتاج أعمل إيه في حياتي يعني موضوع بقى فكرة أن أنا بدأت الحاجات دي في المنصورة مع الناس اللي في المنصورة لما عملت مع الأول شخص دي برامج الناس شافت الشغل حد يكلمني على شغل بدأت اللعبة هنا شوية بعدها برضو في نص المرحلة دي في حياتي حد يكلمني جالي تليفون أنا كنت لسه إما في مركز التدريب يعني قررت في التوقيت ده إن أنا سيبي المركز ده وأنا مش عارف أنا هعمل إيه كنت لسه بداية خطوبتي كمان يعني وكنت أنا منساش وأنا رايح أتقدم لخطبتي حرفيا أنا ما كنتش عارف أنا هتجاوز أتجاوز إزاي والله العظيم ما نساش الماضي ده وأنا رايح له وأقعد معاه ومش عارف أنا هتجاوز إزاي أنا واحد راح أتقدم لبنته مرتبك 1200 جنيه في الشهر ده ده اللي هو يعني أقل من أهل أقل من أهل أحد في الدنيا ومش معايا فلوس محوشها لإني صرفتها لما رجعت من السعودية على الكورسات وعلى الحاجات دي إن أنا أتجاوز بيها فمش عارف أعمل إيه في التويت ده أتقررت أن أنا هشوف الشغلة ده عبر عني كان حد عايزنا أشتغل موشن جرافيك موشن جرافيك أفتر الفيكت وكده حاجة زي إيجي بلاس والحاجات زي كده بس أنت كنت عارف أتشتغل بالحاجات دي أنا عارف أتشتغل بيها بس ما كنتش مأخوب هو كان في حوار كده حصل فيه لعبة بقى وكل حاجة بصراحة كان بقى حوارات شوية أنا أياما كنت بنتج برامج للناس هدية وكده كان لي حد مرسامة اسمها أيهاني برضو هي معروفة شوية صورت لها برنامج وعملنا مقدمة للبرنامج ده بالموشن جرافيك مش أنا اللي أعملها اللي أعملها صاحب اللي كان معلمني الأفتر الفيكت فلي كلمني فاكر فاكر أن أنا اللي أعملت وكان على يوتيوب تشانل يعني فاكر أن أنا اللي أعملت المقدمة دي فالوفر اللي هو عرضه عليها كان مغري تمام فما كنتش عارف وعلى فكرة هو ما يعرفش الموضوع ده لحد النهاردة أنه هو لو شاف الحلقة دي بحثتها له وأو ما يعرفش اللي حصل أصلا تمام فبعتلي قال لأنا شفت ده فعجبني قلت له تمام أنا اللي عمله ومش عارفة إيه وبتاع زي فمعرفش كدبت ليه بصراحة بس يعني ده اللي حصل مني يعني فأم قال لي طيب بص في تست حي تعمل لك أم بعتلي حلقة بشكل معين أعمل زيها واتبعتها لي بكرة يعني النهاردة الساعة 7 هوقت اتبعتها لي بكرة الديدلاي متاعك بكرة ساعة 8 صبح طبعا أنا لا أفقى شيء في المبعوث لي ده رحت أخدت الفيديو زي الكربون كده ورحت حطيته فتحته على الجهاز وكان الموضوع بالنسبة لي أنا لازم أكبر الفيديو ده وطلع له نسخة زي أفتح هنا وأتعلم دي تتعمل إزاي وصيرش على دي وأتعلم دي تتعمل إزاي وأتعلم دي تتعمل إزاي وأركب دي على دي وأركب دي على دي فعلا كان يوم من أيام المنساش في حياتي أنا تعلمت كل حاجة طلعت في الفيديو وطلعت نسخة مش زيها بالظبط بس مقربة لها بنسبة مثلا 70% ومعرفش إزاي عد النهار دا يعني وبعدت هيلو وتقبلت في الشهر حلو قوي بالظبط سفرت قلت خلاص كويسة فرصة كويسة في المعادي كان كهرة يعني وكان إحنا أنا عاد في منصورة بس كان لنا شقة في عين شمس في عشان أمشي من عين شمس للمعادي دهوار أنا بالظبط يعني أنا أنا عين شمس مثلا من المعادي لكي شغل ساعة صباح فأنا بصح الساعة 7 الصبح وبنزل أركب مواصلة وديني لحد المترو بعد كده أركب مترو ينزلني المعادي حدية المعادي بعد كده أنزل أمشي شوية كده أركب مكرباص يوديني لحد المكان اللي فيه الشغل ودي كان البروزيس بتاعتي ساعتين تقريبا لازم عمله وانا رجع برضو ساعتين بس كان الموضوع بالنسبة لي تمام يعني ما عليش مشكلة فرصة كويسة وجات لي ما حدش يتمنىها دخلت وبدأت معا 6000 جنيه دي فرصة حلوة دي كانت فرصة حلوة جدا فرصة حلوة جدا بالظبط عشان كده أنا سعيد فيها بدأت دخلت بصراحة التيم اللي موجود كبير جخوي جدا التيم ده من ممكن دلوقتي الناس اللي فيه من أتقل الأسماء في مصر حريعين دلوقتي سبحان الله مبسوط نالك ونتموجود معهم يعني يعني فعلا فيه مسميات فعلا دلوقتي من أتقل الناس في الموشن جرافيك في مصر حلو اتعرفت عليهم الفكرة ان انا بعمل حاجات زي حلقات زي إشي بلاس يعني مثلا فيه فريق إعداد بيديني كلام بيديك شوية معلومات وانت بتحاول المعلومات دي لموشن أو أخبار بس ده كان المطلوب مني قعدت برضو حاولت الفترة دي لننتعلم واخد خبرة أكتر في الموضوع وكان الموضوع معاشي وكان هما تمام يعني محدش كان متضايق مني خالص يعني بدأ في التوقيت دوت تفسارك كم كده دلوقتي تقريبا في سنة 2013 لسه يا الأحداث برضو بص أنا يعني الحادث كانت سريعة يعني ما كنتش بقعد بصراحة كنت بحاول أسعى عشان أعمل حاجة يعني في التوقيت دوت أنا كنت خاطب خلاص يعني وطبعا كان من نسبالي الشهولانة ديت فرصة كويسة انت خاطب مرتبك 6000 جنيه يعني فيه أمل في الحياة في التوقيت ده قلت خلاص أنا تمام زي الفلا أنا كده همشي على القصة دي تمام كان حصل إنه هو شريكي دلوقتي اسم محمد رفعت كان فرحه وأيامها أنا كنت برضو لسه جاي برونين إم كده مستلف فلوسه من واحد صاحبي والله فقلت خلاص تعالى إيه هصوره مش عارفة إيه بتاعه والكلام زي ده قال لي ماشي زي في اللي روحت صورته في اليوم ده اتعرفت على الفتوغرافر الفتوغرافر ده قال لي طب ما تيجي تصور معي فيديوز وكنت وريته قبلها برضو كان فيديو لها كنت عملته مع واحد صاحبي الفتوغرافر برضو نزلته وإياه صورت فيديو كده لي كنت نازل أشتغل على أن أشتغل مع الفتوغرافر تمام ده وأنا شغال الوظيفة بتاعتي قلت أنا هنزل خميس في وجمعة مثلا أجازتي هشتغل الشغلانة التانية دي هناك فنزلت معه بغرب على أن أشتغل فوت فقمت مصور فيديو وعملت منتاج بعد طوله عجب وقوي قلت خلاص هشتغل فوتو فيديو اللي تنمع بعض ما عنديش مشكلة فيهم بعد كده لما نزلت الفيديو واحد صاحبي شاف الفيديو قال لي طب ما تيجي تصور فرحي وكتب كتابي وكده يعني قلت له تمام كنتم صور كتب كتاب والكاجول والفرح بتاعه بربعمائة جنيه ثلاث فيديوز يعني ثلاث فيديوهات بطلعهم فعلا يعني بعد كده جاء بقى وأنا كنت بقى خلاص رحت وظيفتي عادي في القاهرة جاء بقى قريبا اللي هو بيتجوز نزلت صورته سيشان فصاحبي دا قالت على ما تيجي تصور النهاردة سيشان معي هتدي لك النهاردة في اليوم 600 جنيه بالنسبة لي كان رقم جيدا رقم جيبيني انا اخذ 600 جنيه في يوم واحد بس على فيديو واحد سيشان وبرتي كان بالنسبة لي رقم كويس جدا يعني قلت يلا بينا زي الفل بدأت هنا بقى القصة تمشي في الموضوع ده شوية اعمل فيديو في التاني ونزل على الصفحة بتاعتي بدأت الناس تتفعل معي كانت بقى في التوقيت ده حسيت بقى ان انا وظيفتي بدأت تيجي على على الشغل التاني ومش عارف اخذ قرار صراحة كان من الناس اللي شجعتني وكان بالنسبة لي حاجة غريبة حماية شجعني ان انا سيب وظيفتي التانية دي خلص السبتة واروح واتجه لمستقبلي وان انا سعى نحيته وفعلا عملت كده فعلا سبت الوظيفة بتاعت دي وعتزارت عنها وبدأت ان انا بقى اركز اكتر على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك وعلى الشغل بتاعي وبس ومن هنا بدأت حكاية طويلة شواء انا عارف حكاية طويلة بس حلوة حلوة يعني انت وصلت في الاخر ان انت سبت الشغلانة الاساسية اللي هي بستة لاف جنيه عشان تبدأ بقى تمشي في قصة بقى الفيديو والسنتاج والكلام ده كله وكان يعني كان اقصى حاجة جاءت لك 600 جنيه في الموضوع ده ده حيي يعني حلو طب انت فاكر بقى اول order ليك كان كان رسميا بقى لوحد تكلمك مش من مصور او حاجة حد عرفك بالصدفة في السوشيال ميديا ولا حاجة ولا كان عايزك تجي تصور اللي بتاع وخد فروس ادي ايه بقى فيه كان برضو تقريبا فرنج 700 جنيه ما كانش كان نفس يعني كان اما كنت انا مضطار ان انا كانش فيه مصورين فيديو في المنصورة خالص في مجالي ممكن واحد ولا حاجة ما كانش شغال قوي فكانت مضطار ان انا اصلا اعمل فئة سعرية قليلة كان مصر كلها مفيش فئة غير ثلاثة اربعة اللي بيشتغلوا موضوع الشورت فيديو تمام بس فكنت مضطار قدي فئة سعرية قليلة عشان عارف اشتغل ما عنديش بديل طب ايه الوردر الوحيد بقى اللي جالك هو ده غير لك او بص هي النقلة في حاجات كده بتحصل بتنقل واحد من تحت اول فوق اول ده ناس بيحصل لها كده في اوردر وفي ناس بتاخد موضوع ستيب باي ستيب واحدة 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 غيرت لما يوصلوا لحت حل انتبه من ايه حد فيهم ايه فعلا في اوردر جاه اه انا مشيت خطو بخطو بس طبعا شغلي الحمد لله نقلني شوية لحتة تانية وكان فعلا زم انت قلت كان في اوردر عروسة كلمتني تقريبا هي استغلت بوجت بتاعت ناس تانية اعلى مني فقررت انها تتعامل معي ممكن ده من حظي او من كان مين ساعتها الواكل السوق او الدنيا كان طبعا اي تي او اي تي او كان بص كان مصر كلها فيها اي تي او واكس فيلم تمام الناس الامورين المصري ممكن تش وفيه ميرور مكانش فيه ايامها هادة تانية مفيش انا بقى اللي كنت طالع بعدها في التوقيت ده بقى اي تي او صراحة الناس دي كان عامها اي تي ما كانش يكما ما كانش لسه هم اما اثنين انا عارف القصة بتاعت كانوا وهو اي تي كان احمد تحسين لوحده ما كانش لسه عسامة دخل معي manière قد hele نناعرف بل الضبط كان عامها اي تي اي ما كانش لسه اي تي او كمان ممكن اصيطرين جدا وماشا الله هسلاء وناس محتمل ماشا الله شغلاء انا فاكر الناس دي حتى ان هم مرة اتطلعوا كده وحاجة كده ومن الناس اللي بحترم شغلها اكس فيلم جدا جدا والحد النهاردة ناس ومحمد خالد ميرور برضه ومحمد غلل طبعا ما شاء الله هو قرر بس يبقى عن الويدنج او يركز في الاتورتايزم بالضبط حاجات دي كلها بقت لي حتة الواحدة بالضبط تمام فهي يعني هو الموضوع يعني في هذا دي كان البداية بتاعتي في التوقيت ده تقريبا الكلينت ده هو كلمني وكان فرحه في مينهاوس فندق بقى وفندق متاعه حاجة كبيرة ولازم عام فيها شغل فقيت لي انا عايز البروشيكت حلو عايزة فيديو حلو وبعتت لي حاجة كده دخلت على الصفحة بتاعت الشانل دي دخلت بقى توهمت بالشغل اللي عليه وهنا بقى عادت مساكت الصفحة تي بقى قررت ان انا ايه بتاعت حد يعني مصري لا لا اجنابي الشركة اسمها ميد ستوديو الناس كلها حتى اي حد كويدنج بيبدأ دي كانت اول حاجة فرست يعني ايه اللي هو ريفرنس للناس زخلت ذاكرت جدا منها كتير وتفرجت عليها فقررت ان انا اطبق من الشغل ده وبعد لما روحت عملت حركات كتير في لعب الإضاءة والحاجات دي كانت عجبني الستايل بتاعها وبعد كده المونتاج برضو عملت فيديو كويس عملت برومو كده نزل برومو ده هو الشير مع الناس قوي وعجبهم وكسر الدنيا ودي كانت البداية بتاعتي في الفيديو ده اللي هو نقلني شوية في الحتة دي طيب انت انتزم منصورة صح كده اخبار شغل اللي بقى يعني المحافظات اللي بركها يعني احنا عارفين ان الكاهرة عموما هي زي عشان وسط البلد والكلام ده كله فهي المسيطرة على كل حاجة حقيقي انت دوقتي وصلت الحتة حلوة خليها نمسك من قدام قوي يمكنك دلوقتي يعني سؤال بحاجة نرجع نكمل منصورة لوحدها ولا لازم منصورة أو الكاهرة هو المنصورة طبعا بالنسبة لي انا بحب منصورة جدا وبحب الناس اللي في المنصورة قوي بامانة يعني انا بحب افرحهم افرح المنصورة بشوف انها افرح قوي قوي طبعا العيب الوحيد بس شوية ان انت بتحس ان انت في متاهة شوية ما بتخلاش انت كل يوم في نفس البروزيس في نفس النافس الفنادق نفس كل حاجة بالزبط والله وزمان كان الموضوع صعب يعني كان ممكن اقولك من خمس سنين كان كارثي متعفش تشغل هناك دلوقتي بالعكس بالعكس انا ممكن اقولك ان في اماكن في المنصورة احلى من اماكن كثير في القاهرة بكثير بسبب ان اللوكيشنز فتحت وعلى النيل وخضرة وطبيعة والموضوع طلع شكل كويس بس برضو ستيل انت كل يوم في نفس الدايرة يعني حتى في نفس الفندق في نفس الاوضة في نفس الديكوريشن فالموضوع بالنسبة لك برضو بيديلك نوع من الرتابة شوية القاهرة طبعا اكيد برضو احنا بنتقابل في نفس بروح نفس القتلات كتير بس برضو بتكسر لك الموت شوية فاهم اه فانا استيلة اللي بحب المنصورة ما درش اخسرها بس القاهرة بالنسبة لي اه زي ما تقول كده ايه شغل مهم وحب اكسرها وبرضو على حسب انت المين دلوقتي عندك المنصورة طبعا المنصورة والسطين بتاعك في المنصورة كل حاجة منصورة كل حاجة في المنصورة طيب برضو خلينا نرجع انت دلوقتي بدأت تشتغل بدأت يجيلك قلدرات وفي ناس حتان في السوق حتان بمعنى يعني قسم انت قلتها دي انا فاكر لسانا كنت حاضر معهم كانوا حتان فعلا ده حقيقا صعب بقى ان انت تطلع فوسطيهم ده حقيقا امتى بقى فلفزت او ايه السر في ان انت بقى عرفت تتفلفز شوية وتطلع وتظهر والله توفي من ربنا اول حاجة تمام تمام تاني حاجة الستايل نفسه بتاع الفيديو وكان مختلف غير كده انا في حاجة دايما بشوفها ان عمر ما في حد احسن من حد يعني انا ما شفتش دايما قبل كده ان انا كشغلي ان انا احسن من اي حد خالص بالعكس انا عادي انا شغلي كويس وفي ناس بتحبه وفي فلان شغلي كويس وفي ناس بتحبه يعني انا في ناس ممكن تشوف شغلي ده اسوأ شغلي في الدنيا وفي ناس ممكن تشوف شغلي ده احسن شغلي في العالم فهي دي الميزة شوية الارزق بتوزع بناءنا على كده بس انت كل ما عليك انك تكتهد وتأبديت أنا كان أكتر حاجة فرق معي شوية في التوقيت ده إن أنا ما بخالش على شغلي بجنيه أنا كنت في التوقيت ده بتجوز آه تتجوزت في التوقيت ده كنت بتجوز وكنت أنا اللي ممنت الشغل بنفسي أيوة يعني كان مصدر دخلك التصوير كان في حاجتين حصلوا معي كبه كان أيامها الفيسبوك دخل واختار مجموعة ناس على مستوى مصر ستين واحد كرياتورز حاجة اسمها فيسبوك كرياتورز بروجرام كده كانت عمل لفيسبوك كنت أنا من ضمن الناس اللي اختاروه ما عرفش لأيه بس عشان كنت أمى بنتج البرامج المجانية اللي كنت بقولك عليها ديها مجموعة الناس فاختاروني من ضمن المجموعة اللي أكون فيسبوك كرياتورز كان في فلوس كان في فلوس كنا بنعمل فيديوز بتنزل أيام عشان كان عايزين يخلوا الفيسبوك يشتغل قوي كنا بنعمل فيديوهات وبناخد فلوس على الفيديوهات دي كانت كان بقى الفلوس دي أنا معرفش أصال ما حضرت كان 25 دولار على الفيديو 25 دولار على الفيديو ومعادل أن أنت تعمل عدد معين من الفيديوهات في الآخر ممكن دخلك يوصل في الشهر 25 ألف جنيه واو بالزبط يعني انت بالنسبة لك دي كانت يعني كانت مساحة حلوة قوي كان 60 دولار أنا أسف 60 دولار في الفيديو 60 دولار في الفيديو كان في مساحة حلوة أن أنت تشتغل براحتك بالزبط فكان الفلوس الفيسبوك بجيب بها معدات وفلش شغلي بتجوز بها أيو تمام والميزة بقى من المشروع دوت أو الفيسبوك ريتورز ده كان بديني دخل كويس كان بيخليلي من خلاله أن أنا قادر أطور المعدات بتاعتي أشتري معدات والفلوس اللي بتجيلي في شغولة بتجوز بها بتجوز بالزبط فده كان أحسن حاجة فتطوير المعدات ده فرق في الكواليتي بتاعت الفيديو فرق في الجودة اللي طلع مني فده خلى وبرضه فكرة المذاكرة طول الوقت كنت مذاكرة بصراحة أو عايز طلع شغول جديد وأنا من الناس شوية اللي عندي ملل لفكرة أن أنا أمشي على فيديو بستايل واحد يعني عندي ملل كبير للموضع ده فيه طبعا فيه ناس بتاخد أن القصة دي بالنسبة لها الصحة وأن دي أنت لازم تثبت مدرسة أو حاجة زي كده ما عرفشي طبعا أنا مش معترض على كلامهم خالص بس كل ما فينا لا لا تفكير خاص يعني خاص بي شوية إن أنا بحب قوي إن أنا أجد شوية عشان حتى أنا ما ازهقش أو ما ملش أنا شايف إن اللي قدامي ده يليق عليه مود بالدخوله دراما أكشن ضحك أنا ما عرفش يعني شايف اللي قدامي يليق عليه حاجة أنا بحاول إن أنا أفهمها فادي له المود اللي يليق عليه وفي نفس الوقت بحس بمتعة أما أخرج برا فكرة الروتين فده من العناصر اللي كانت بتخلي الناس تبدأ تتفرج عليها شوية في الشغل كانوا بيحسوا إنه فيه كرياتيفيتي شوية في الأفكار عريس بيبعت كان عيما لسه مش حاجات دي عريس بيبعت لحد ميسج والميسج التي تكتب كده وكنت مستخدم بقى الافتر افكت اللي أنا كنت تفهمه جوا شغلي وإن أنا اللي بمانتش حكتب نفسي كان حتى أيامها ما كنتش أعرف شزام ما كانش فيه شزام تقريبا كان فيه ممكن سري بس ما كنتش أعرفه قوي كان الطريقة اللي أنا بجيب بيها الكوبي رايت بتاعت يعني مثلا ما أسمع ميوزيك بتعجبني فكنت بجيب الكوبي رايت إزاي كنت أخد الفيديو وحوله صيغة أقل شوية ممكن أوديو تقريبا يعني وقوم رافع اليوتيوب فيطلع لي إيه بالزبط فعرف بيها الأوديو جاء إزاي ده إيه الحقوق ده كلها عشترف اسم البتاع عشان عارف اسم التراك يا راجل والله أكتش لسه أعرف شزام وأكتش فيش شزام زيامها لسه أكتش تظهر قوي تمام فما كنتش عارفه فكان دي الطريقة اللي أنا بجيب بيها الميوزيك بتاعتي لو أنا حاجة عجبتني قوي ومن خلالها برضه ما بتدخل على اليوتيوب طبعا بيدي لك ساست بقى الميوزيك التانية اللي شبهها فبتبدأ تختار بناءنا على كده يعني أنت بالآخر ما فرقتش مرة واحدة لأ خلص خدتها بالراحة خالص لغاية لما طلعت للمستوى الدنيا دا حقيق دا حقيق طيب أنت شايف أن المصور ممكن يقلد عادي ولا لازم كل واحد يبقى ليه اللون بتاعه والله أنا بالنسبة لي عادي بحترم فكرة أنت ممكن تقلد ما فيش أي مشكلة بس على حسب أنت بتقلد إزاي يعني أنا الوقتي مش عارف أكرية حاجة أوكي مفيش مشكلة ممكن أشوف كدر عاجبني أخده أقلده أول مرة عشان أتعلمها معمولي إزاي ما عنديش أي مشكلة حسن يعني أنت بتقلد عشان تعرف وبس تعمل إزاي بعد كده بقى ضيف لمستك حط اللمسة بتاعتك هاتليه نفسك بتجدد فيها وأهم حاجة ما تنكرش التقليد يعني ما تنكرش أنك قلد وده أكتر حاجة أنا لو أنا جيت في يوم أيام قلدت فيديو أو شفت فكرة حد عجباني وقلدتها أنا باعترف عادي جدا ما أنا واخدها وأن أنا مقلدها وما بنكرش حاجة زي كده بحط فيها الأم سيتي بس برضو بسترلي أن أنا كاتب أن أنا كان الرفرنس بتاعتي فلان الفلان زي ما تجي تفتح كتاب يقولك المصادر بتاعتي كانت من كذا ومن كذا ومن كذا بس فبتبقى وسيلة بتخلق الكريتيفتي عند الشخص أنت الناس اللي بترتب الأفكار وفكرة الفيديو قبل ما تروح ولا لما بتروح كل الحاجة بتتحدد على حسب الفيديوهات يعني طبعا أنا كل يوم بصور بالزبط هل بتستقبل الأردارات تانية يعني شغل فيه شغلة تانية في المكتب أعلانات أكيد أعلانات لكن أنت بتاعك أو اسمت أو شهرتك صح كده طيب أنت بتروح طبعا القتلات زي ما قلنا خلصت حافظت أكيد وشكل التصوير أو شكل الفيديو اللي تعمل آخر عريس وعروسة وأنت عارف بماشي إزاي إيه جديد يعني هتجيب الأفكار إزاي هل بترتب الدنيا هل بتتفرج على فيديوهات على حاجات معينة بتروح تطبقها ولا بتمشيها إزاي ولا أنا زي ما تيجي تيجي يومها لا لا الفرجة أول حاجة طبعا إنك بتفرج على الحاجة كتير طول الوقت بتساعد وبرضه أنا ما باعتمدش قوي إن أنا أجيب أفكار الفيديو بتاعتي من الويدنج فيديو يعني أنا ممكن باكون بتفرج على فيلم عادي ففيه كادر يعجبني فأصوره فقرر إن أنا نفزه جوه الويدنج إن أنا مثلا بتفرج على إعلان فالإعلان عجبني اللقطة دي فأستخدمه فإن أنا أحطه جوه الويدنج بالعكس كمان أنا باستخدم فيديوهات الويدنج فإنها تعملي ماركتنج لشغل تاني يعني مثلا أنا باقي أصور الأكسسوريس مستعدة تتالعليسة عروسة بعمل عليها لايت وبالعب بموت كده معين كنت أنا أقول لها بدأت الحوار ده كنت إيه هدف من ده فإن أنا في الأول في آخر الأكسسوريس دي مش بعمل لها إعلان بس باستفيد منها إن أنا أول حاجة بأخد خبرة وبأسوأ لفكرة أنا بأسوأ برودوكت بأسوأ برودوكت فده كان بيخليلي بعد كده يجيلي شغل برودوكت أصورها بزبط فده كان بإخلاء للحوار ده فإن أنا باستفيد من الحتة دي في المنطقة دي طب أنا هعمل إنترفيو مثلا في ويدنج فيديو من خلاله أنت هتشوف شغل الإنترفيو مثلا فهتجيلي طب هعمل جرافيك فأنت هتفهم إن أنا عندي القدرة دي فهتجيلي في شغل فبأخد الحاجة دي عشان نستفيد بيها جوال حاجة دي فالمذاكرة كانت أهم حاجة عندنا جدا وإن أنت طبعا حاول كل سنة طبيعي أنا بعمل كديرات النهاردة وبإن إحنا عايشين في سوق بيبصوا البعض زي ما إحنا قولنا مش هو بيقلدوا وفي ناس بتقلد عمياني وبتفضل بتقلد وخلاص فبيلازم بيقلدوا كديرتك كل سنة أو بياخدوا من شغلك بتفرض عليك الموقف يعني أنا ممكن أبقى موجود في مكان ولاقي حاجة بتحصل قدامي تركيزي فيها يخليني أصور حاجة ليه بالموضوع ده وحصل حاجة كتير شبه دي طيب إحنا هنوقف موضوع الأسئلة شوية دي بتاعت المصار بتاعت أحمد وهنخش كده في فكرة اسمها الصراحة راحة يلا بينا الصراحة راحة أقول لك على الأسئلة المفروض أن إنت هترد عليها بصراحة إن شاء الله أول سوق مين بينافس أحمد السعيد في السوق مين بينافس أحمد السعيد في السوق يعني مين منافسك الأول اللي أنت عمليين تنضحه في بعض منافسة شريفة ما عنديش أي مشكلة يعني هو سوق يعني مش عارف يعني أنت بتشوف مين في نفس الشغل بتاعنا مش عارف أقول لك حاجة زي كده تيبقى غرور ولا لأ بس يعني ما بحسش كده ما بحسش إن شفت حد بيلعب نفس اللي أنا بيلعبه في ناس كتير موجودة في السوق دحية وبحترم شغلها جدا يعني من ناس اللي بحب شغلها أحمد عاطف وريشة طبعا ريشة حد موهوب جدا إكس فيلم بحترم شغلهم جدا و بالعكس بالنسبة لي أنا ببص شغل الناس دي قوي بحترمه جدا يعني دول اللي أنا يعني ببص على شغلهم مؤخرا وبحترمهم قوي بالذات ريشة وبالذات عاطف بحترم شغله في إكس فيلم في ناس تانية برضو ببص ليها وتابعها بس فكرة المنافسة في حد ذاتها رجعتني أقول لك أنا فعلا عمر ما بصيت ده منافس أو ده مش منافس لأن أنا مش أظل منافسة دي حاجة وحشة لا لا أنا عارف لا لا حتى في مجالي أنا كيوتيوب عندي منافسة كومباتاتور لهم ده منافس المحتوى بيعملوا نفسة حاجة في الآخر صحاب وإخوات وكلام ده كله بس في الآخر وإنت عايزت تعلي علي وإن أعلي عليك وكلام ده كله ممكن نقول شوية أحمد عاطف أحمد عاطف ممكن نقول أحمد عاطف جامد جامد السؤال الثاني يلا بينا بدي يفتح بس إيه ده راح فين؟ آه ماشي مين أكتر المصورين اللي بتحب تشتغل معهم في الفرح كفوتو كفوتو من كتر ما هو مكتهد وبيطلع عيني تمام؟ آه في كل مصور بالنسبة لي بستفيد منه بصراحة السؤال ده على فكرة فيه جزء تاني فكمل عشان أقول لك جزء تاني فيه إسلام عارف وفيه برضو بحب أبو طالب تمام؟ دول مثلا لما أشتامنا عاصف قاهرة أكتر في المنصورة بقى فيه أحمد فخري ده يعني أنا ببقى نازل أنا بتفرج على ستوريز التوفاق أنا ببقى مبسوط قوي أنا ببقى نازل مرتاح نفسيا عشان فخري موجود معي وأبراهيم حمدي الناس دي بحسهم إخواتي قوي في الشغل بقيت بقى السؤال عندك جراءة تقول العكس؟ اللي مرتاحش معهم في الشغل لا صعب الناس هتزعل مفيش أكتب ملمحني وأنا هعرف سنعرفهم كلهم وحقول لك على حاجة غريبة شوية زمان في الأول آه كنت تبقى قابل مشاكل فإن أنا أشتغل مع بعض الناس لأن أنت بدأ في الأول فإن أنت ممكن تكون الناس دي أعلى منك فإن هوا بصتهم أو بتاع دلوقتي بصراحة بالعكس أنا بنزل الأوردر من دول يعني بتعامل مع اللي قدامي بطريقة كويسة أحترموا بيحترمني فعمري ما وجهت مشاكل مع محد معين دلوقتي في التوقيت الحالي خالص بصراحة حتى لما بلاقي حد بيرخم علي في التصوير بسيب واخد جنب الحد ما هو يخلص وأبدأ أشتغل بس فعلا ما وجهتش الكيس دي بقى لي 3 سنين أو 4 سنين ممكن في البدايات أهو وجهتها شوية مع بعض مسميات المصورين أسماء التقيلة أيا أقولهم بقى لا لا الناس هتزعل أقولهم الناس هتزعل ملاش طيب آخر سؤال هو في أسئلة تانية مع فكرة تانية لو أنت فرح وهترشح مصور فوتوغرافي حل هترشح أبو طالب والناس لمعارف انت عايز تزعل الناس مني والله هنكذبهم من غير ما تقول ولا كريم مثال هبقى دبلوماسي معك في الرد بس لازم أكون ردي أنا عايز أسئل آآ إسلام عارف تنفعش أقول ليه طيب ولا حاجة أقول ليه ما عنديش مشكلة أحسه قريب ليه أقوي يعني في الأول أنا أبو طالب بحب شغله جدا 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 وبحب تكويناته هو حد فهم يعني إيه تكوين وإضاء كواس قوي بس مؤخرا أنا بقيت باميل في الويدنج إن أنا أخد مومنت يعني إن اللي قدامي دوت يبقى طبيعي فهأخد منه مومنت طبيعية وده سياعة إسلام عارف سياعة إسلام عارف هو ما شاء الله عليه يعني إنسان محترم وقتهد جدا خلينا نرجع بقى يعني اللعبة دي خلصت فيه لسه لعب تانية ربنا نسترم الحلقة دي انتو كلكم حبايب والله وبحبوك وكلكم عشان بس ما حدش يزعر مني ماشي خلينا نروح برضو نكمل مشوارك كل اللي انت حاجته ده انت فرضاني صحيح يعني ممكن يكون معك حد بس يساعدك أو حاجة زي كده دلوقتي انت انت إن شاء الله عندك تيم كبير ومسورين كبير وموترين كتير وكلام ده كله الخطوات برضو عشان تروح للحتة دي كانت ماشية ازاي اصلا قرار انت تفتح مكاني برضو مشاكدي بالنواق القرار دي كانت صعب قوي فكرة تيم وورك من اول يوم حتى بنعمل كلية وانا بحبها شايف دايما ان اي حاجة لازم تقوم عن تيم وورك فطبعا بداية انا انا بصور في الاول كنت بعمل كل حاجة بنفسي كان معي حد بيساعدني وبدأ يصور شوية كان بداية ان انا كان شريكي احمد رفعت كان هو عديلي يبقى جوز اخت مراتي منها كده منها كده فكان هي بتقعد تعمل كابكيكس وحاجات زي كده فكان بيصورها بالموبايل فببص للصور دي قلت له انت عينيك حلوة ينفع تشتغل مصور هو جاي مهندس يعني هو كان خريب وشغال مهندس سيبت الشغل بربط سيبت الشغل سيبت الشغل وبالطوله تعالى مع الفكرة ان الناس اللي معي كلها سيبتها شغلها انا سيبت واحد شغله في السعودية وخاليته يجيش تغل معي انت بتخير لا والله مش فكرة طلاب دي فكرة ان انا بحس ان الناس دي جواها امكانيات ومهارات اكتر من اللي هم فيها وبحس ان هم عايزين ادخلوا حتة دي اكتر يعني هم شافين نفسهم غلط معرفش حسيت كده ولحد دلوقتي الحمد وناظراتي كانت صح في الناس دي فبس انا رفعت انا حسيت ان ده مش مكان ان هو بقى مهندس والكلام ده خالص لا انت محتاج تصور ومحتاج تدخل في الحتة دي شوي علمت منتاج كان بيمانتج مكانش غاوي الموضوع قوي بس لما كان بيصور كان شاطر جدا شاطر ومهوب وكان بيذاكر وعنيه حلو قوي فدي كان بداية مش شاركة ان هو كان حد دخل معايا كان بعد كده جي معايا ابن خالي عمر قصبي كان موظف في فهية الاوقاف تمام برضو صرفت شغله هو حب الموضوع وحب ان هو يدخل معنا فبدأ الناس بتنزل معنا تدريب الاول فترة بعد كده لما بيرتاحوا بيبدأوا اشتغلوا فكانت بدايتنا احنا التلاتة كان رفعت بعد كده عمر وبدأ المسار بقى يمشي معنا احنا التلاتة بقى طول الفترة اللي فاتت دي يعني انتو تلاتة اول ناس تلاتة بعد كده كملته بقى وبدأت تفتح من جالك شغل او كلام تكل طيب حصل لك حاجة في فرح قبل كده جت في دماغني يعني حصل لك مشكلة في فرح وقلت انا همشي وزي ما تيجي تيجي اهو حصل فعلا ومشيت مشيت اهو فوزت في فرح اهو ايه بقى لا ده انت احكي انا بحب الحاجات دي اهو اهو موقف سخيف يعني مش احسن حاجة خلص اهو كان ان انا كنت في فرح انا بطبع اشياء مش من بعيد على فكرة كان ممكن من سنتين او سنة ونصف اهو انا بحب اشياء انا هزر واتحك مع الناس يعني وابقى مبسوط مع حاجة زي او بيتعامل مع الناس انهم اخواتي يعني فكان بداياتا اول حاجة في السيشن اهو انا بصور عريس وعروس وكنا متأخرين جدا حد من اهل العريس احتك بيا احتك ان هو داخل يتصور معاه وانا مستعجل فبقوله بعد اذنك انا خلص واخش تصور معاه فاخد الموقف وحش هو حد كبير يعني حد كبير ما عرفش مهنيا ما عرفش يعني احسيته كده يعني فهو اخد الموقف بشكل حساسي يعني على صدره قوي يعني وحتى ادى ارد فعل في التوقيت ده مكانش كويس وانا ما احبتش ان انا اتشد معايا خدت بعضي وانسحبت يعني فهو احنا في الفرح و احنا بنصور لقيته بيندى علي بيشاورلي وكده فابص كده لقيته بيقوللي عشان انا كنت بقف وصور عند العروسة يعني لقيته بيقوللي ما ما تقفش هناك وتيجي تقف في المكان ده هنا معنا يعني فاستغربت من طريقة الكلام وطريقة الكلام كانت سخيفة وقدام الناس يعني في حوالين الفرح وكده فقلت له او انت بتتكلم معايا كده ليه قال ليه انت احنا يعني احنا رجالة واقفين ما ينفعش تقفت صور فصة بناتبت الوضع انا بعمل شغلي والناس دي اخواتي وانا بصور باحترام مش بعمل اي حاجة فلاقيت بقى بدأ الصوت يعلى وبشكل مش لطيف خالص يعني طبعا انا كان هنا نظرتي بصت كانت العروسة اللي وقت بالا مواقف ده بصت العروسة لقيتش رد فعلا حسن معروسة فده زعلني جدا فأنا قمت ببساطة قلت له والله هو الحق مش عليك هو الحق على الناس اللي ما قالوا ليش هم جايبين اعمل ايه ولا جايبين مين ولا ايه انا ما بحبش ان انا اتعظم باسمي او اول اسمي او افهم 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 بنفسي ما بحبش الطريقة دي خالص بس التوقيت ده كان الموضوع يعني اذيك نفسيا فعلا انت واقف وسط ناس والموضوع كان محرك بشكل مش طبيعي يعني فكان لازم تاخد موقف فيه فقلت له وان انت بتعمل كده تمام كمل انت بقى تصوير الفرح وقمت مشاور ليش شباب يقفلوا كل معداتك ويقفلوا كل حاجتك ويلا انا هنسحب من الفرح تاني تمام وزوقيا بعدت حد للعريس يعرفه الموقف عشان برضه بقى انا ايه عملت اللي عليك اه طبعا اخو العريس طالع يجري ورايا كمية اعتذارات مش طبيعية وبيعرفني يعني ان هما الناس ديات يعني مش فاهمين انا بعمل ايه دورهم مش فاهمين وضع شغلي معلش انا اسف طبعا عشان خاطري طب يهديك طب يرديك انا بالنسبة لي كنت خلاص خطي طول انا اقصى حاجة عاملة معك اخلي شخص واحد قاد بيصورها وانا انا مش هكمل الفرح وخدت بعضي ومشيت حتى يومها انا شلت كل ستورز اللي كنت منزلها وكتبت بوست يومها ان انا لو انت فاكر ان انت بفلوسك هتيجي تشغلني ما تحجيش معي انا باجي اشتغل بحب ومزاج وبالطريقة اللي تريحني لو انت هتفرد علي طريقة مش طريقتي او مش الستايل بتاعي او مش مودي او ان انا بقى واقف بهزر وفرحان ومبسوط لبقى ما تحجيش معي من البداية لو انت مش واثق فيي وحس ان انت بستأمني على فرحك وعلى يومك وعلى اهلك وعلى ناسك ما تحجيش معي كان الموضوع مقلم جدا يومها بالنسبة لي وبعد كده عروسة اتوصلت معي واعتذرت لي وتأسفت لي والعريس اعتذر لي وتأسف لي ويعني متأسفولي كتير جدا بسبب الموقف ده وقت يعني بس اوقف يعني بالنسبة لطريقتك يعني اي حد اعتقد هو سمعني او شايف الوقت على يوتيوب وعرفك شخصيا عارف الجنان انت بتعمله في الافراح والرأس وهزة الراس وبتاع الهيات دي كلها بص الناس ادمغة فيه ناس ممكن تستقبل ده فيه ناس بتحسك رخم فيه ناس تبقى مستقلة انا مثلا واحد بالنسبة لا انا بستمتع انا بستمتع انا بستمتع من الستوريس خليت بقى ان انا اقول عريس فانت بتثبتها ازاي يعني هل انت بتستل اول تشوف الناس دمخة ايه ولا انت بتعمل كده عفوية اربعة عشرين ساعة في اي فرح ولا الدين فقماش ازاي في الموضوع ده هل حد علق عليك بموقف سخيف وانت بتعمل حاجات دي كلها في فرح او حاجة تمام خلينا ابدأ الموضوع بصراحة عالكلم صراحة خاصة في القصة دي انا كنت في الاول انا بحب اهزر الوضحك في الافرح بطبيعي كويس طول عمري اصلا بحب الهزر والضحك ما بحبش اليوم يبقى خنيق بالعكس انا بحب بعد اتكلم وهزر وضحك مش عشان 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 هو هزر وضحك عشان هو ما يحسش ان هو مضغوط العروس دايما تبقى مضغوطة في اليوم اكتر من العريس على فكرة العريس مش بيحس بنفس التوتر او في الاو في الاخر شخصيته شوية بالنسبة له الموضوع بسيط شوية عن العروس عروس التوتر مش طبيعا ده الهزر والضحك بيكسر شوية المود بيحسسك ان في حاجة بتحصل في اليوم بتخرجك برا مود التوتر وان ان انت لازم تفكر في المرحلة اللي جاية هتعمل فيها ايه فكتر الكلام بينسيك اللي بيحصل زي ما احنا عاديين بنتكلم كده دلوقتي فالهزر والضحك بيخلق الحتة دي شوية ما عرفش ممكن تكون الناس بتتقبلا مني او العمر اللي بتوعبي تقدقلوها مني بردوب حس bilmiyorum ان انا وانا في القاع انا بيحصور وبرقص عصنا انا واقف في فرح انا مش واقف في عذاء ولا واقف في كورس مثلا انا واقف في فرح يوسط الناس بترقص فالطبيعي ان اتفاعل مع الناس ديام انا طبعا مش مدايء او مش بقول ان الناس اللي بتفعلش هي غلط خالص معادي الفرح في ناس بتوقف تسقف وفي ناس ما بتقفش السقف بس انا دوري بحب ان انا اكون قريب اكتر للعميل ممكن يكون العريس والعريس القدامة مش عارفين يرقصه انا مش بعلمهم حركات يعني دانسرز بقى وعم نعمل شو لأ انا بس بكسر الحتة دي شوية بخلي الناس اللي حواليهم يتفاعلوا معاهم ببدأ رتب شكل فرح بقوم بدور المنظم شوية فالموضوع ده لما صورت فيديو اول مرة ونزلته بالصدفة كان حد كمان اللي منزلهولي لقيت هزار وقبول عند الناس كبير جدا الناس حبت ده فبدأت اجربوا مرة تانية في التالتة في الربعة فبدأت الاقي الناس بتحب ده اكتر ومبسوط ابدأ بدأت كمان ان انا احس ان الناس اللي مش حضر الفرح بتفرح وبتتبسط وبتتحك فبدأ الموضوع يبقى حلو خلاص طالما ابسط الناس هنا ببسط الناس هنا انا عايز احول الموضوع كله انك تبقى مبسوط انت فرح يبقى الموضوع مبهج بالنسبالك فدي كان الاساس اللي انا اشتغلت عليه فيه ناس بتتضايق اكيد فيه ناس بتتضايق فيه ناس ما بتحبش اللي بعضهم اجي ما حصلش موقف سخيف بوناسب ده يعني مثلا هزرت مثلا مع بنت بالمنظر ده ففيه حد ممكن وارد يعني وارد لمش هزرت ممكن وحزرت مع حد فما تقبلتش هزاري بس انا بحس ممكن اعتذر لها ممكن اكيد فيه فرح هزرت في مع حد وزع الميني بس ما خدتش بالي من حاجة زي كده انا بعتذر له على حاجة زي دي بس فعلا الموضوع بيبقى فور فان بحث بس بطبيعي انا واحد بحزر طبيعي شوية كمان اللي ممكن شوية ما يتقبلوش هزارك الشباب الولاد دايما بياخدوا انت بعض ضد بعض شوية ايه فاهم فاهم انت بنا ادم رخم يعني انت بتستظرف او عشان فيه بنات واقفة فانت بتعمل شو تمام كده اه والله خالص بالعكس يعني تمام انا بالعكس انا محب بحزر مع شباب اكتر من بحزر مع البنات بس طبيعي شوية البنات بتتقبل ده اكتر من الشباب تمام بس البنات بتروح عشان تهيص وتعملو كم بكل ما بتسنع طيب احنا نروح بقى نلعب يلا بينا ماشي الفاكرة دي معلومات عامة تشوف معلوماتك العامة الفائقة ساقط صفر اش اسئلك كده هي معلومات عامة جدا يعني انا هقول اي حاجة اي حاجة اي حاجة ايه سؤال ايه اسرع طائر في العالم ابي اردان النصر اجابة كمان صقر النعام النعام تمام اسرع حيوان بقى اسرع حيوان دي معروفة المفروض الارنب يعني الراجل ورا الكاميرا او كده الهلا الراجل ورا الكاميرا ايه اسرع حيوان اه اول هو فيه اه فيه فا فا ايه 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 طيب حتى اختار اصغر دورة عربية في المسيح بس ده صعب يعني اصغر دورة عربية في المسيح قطر لا اصغر دورة عربية بتصيرش على جوجل كده بحرين ايه ده بحرين ممنوع لا ممنوع تكسبوش على الفوضي بقى طب احسألك سؤال مش مش هينفع ده انا مش عرفتش اللي فات انا مش اقع brew انا اونسان كانت انتان؟ لو اكبر محيط في العالم المحيط الهندي هندي كمان المحiami محيط الهاتي طب ننفع ان نقط الفقرة دي من حياتنا اه انا سؤال مش اكتر تطبيق تنزيلا فيワشرين و возм٢شرين اكتر تطبيق تنزيلا في عشرين و plastics اه يعني ابي جيشتوك بس انا اصلا نزلت و بشرين و عشرين اكيد انت كده كسبت اه اصلا نزلت و بشرين و عشرين فانا عارب دي ماشي خلينا نتكلم برضو ان انت بقى في عندك اه تانية في مشوارك في فكرة التصوير فكرة بقى انتاج المحتوى او الكورسز او ان انت تعمل توكس وكلام ده كله واعتقد انت بقى لك نتكلم في سنتين تلاتة في الحتة دي بشكل متشعب قوي هنا في مصر يعني فحكي لنا عن التجربة من اول خالص وعن اصلا قرارة كنت تعمل حاجة زي كده تبدأ في دي الناس وتدي كورسات او توكس او الحاجات دي حل هو انا بحب موضوع الكورسات جد وكنت زمان اساسا بدي كورسات زمان يعني بالتحديد كمان في مجال الاعلانات زمان كنت قد تقول لك في الاول ان انا كنت اخذ اخذ مجال الاعلانات فدرست فيه شوية فكنت دايما بعمل توكس باتكلم فيه عن الاعلانات وازاي تعمل اعلان كويس وكده فكنت غوي الموضوع يعني غوي ان انا عدك وانا بطبع رغاي احب الرغي قوي وبقى انسى نفسي انا بتكلم فالتصوير قديت حاجة برضو زمان في البدايات بتاعتي في الجامعة عملت حاجة ورشة كده في الجامعة تكلمت فيها ازياتي تفتعمل قناة على اليوتيوب وانا كان عندي قناة على اليوتيوب بس لكني كنتش مش عالها بصراحة انا مش عندي يوتيوب كنت بتكلم مع الناس ازاي تعمل ده يعني مش ان انا عامله عشان كذا فانت عامله كويس لا انا مثلا ازاي تصور ازاي شخص من ناحية التصوير من الضبطة حاجات بسيطة يعني شوية اللايت وتحط كي لايت في اللايت باك لايت كده يعني شوية معلومات تسهل عالناس الموضوع يعني وبعد كده الموضوع معي بقى الكورسوات بقى يعني بصراحة كان اول حد سي بي سي كان كلموني عشان خاطر ان انا ابدأ ان انا ادي توك فيها كان بالنسبة لي يعني كان كاير وودينج سومت صح اه كنت بسوط قوي يعني كنت فرحان جدا وخصويا كما ان انا حاجة مع سي بي سي شوية تجربة في حياتي ان انا كنت قدمت على شغل فيها وترفضت فيعني بجد اه يعني كنت قدمت كان طالبين حد فيديو جرافر فيها وروح تعملت انترفيو وما تقابلتش يا الهرب يد ما عدت مع محمد علاء ده كان امتى ده الكلام ده اه في 2013 برده تقريبه في الفترات دي ياه في البدايات شوف بص الدنيا اه يعني ايام شغل معي بالزبط لكن ما كنتش اياما ما ينفع لا ايام موضوع عابل الشغل او بقاليها نظريات او افكار تانية خالص يعني ممكن كنت اصلا انت كنت اووركوليفايت مش وحش يعني ممكن تبقى اووركوليفايت بصحيح فحسيت انها فرصة مبسوط يعني نفسيا كنت مبسوط بحاجة زي قوي فدي بدايات بدايتي فيها وكان طبعا بالنسبة لي ان انا حضر داتة كويسة اه اه انا منساش يوم اكلمت ابو طالب لان انا بحب دماغه اوه في الموضوع ده اه قلت له اعمل ايه وقعد ساعدني بصراحة حتى كنت محضر شوية حاجات كده قال لي لا انت محتاج تحضر حاجات تانية مختلفة ساعدني جدا في الموضوع ده بس من هنا بدأ الموضوع بقى تمام انت نفسك تفتح في بلد تاني غير مصر اه بصراحة ومساعد في الحوار ده في دبي وايه مشكلة اه يعني اول حاجة انا افتح شغلة ليه هناك الموضوع مسهل شوية انا بحاول ادور على هناك الناس تساعدني في ان انا اخلق اه شغل فيه فيه شغل كتير جدا بس محتاجة استقرر والاستقرار صعب فوصة شغلي اه بحاول انا سوق لده من هنا قبل ما اروح اه فموضوع مش سهل شوية انا افتح مكتب وفيه اجراءات روتين بس استيل لسه بسعى في الموضوع بصراحة مش نور الطبق وان شاء الله ده راح قوي طب اخر حاجة هنتكلم فيها بقى وهي فكرة كانون انفلونسر انت حاليا دلوقتي بقيت ايجي بتكرن انفلونسر يعني في مصر انفلونسر طبع كانون انفلونسر بتخدم او بتقدم زي نقول ايه عين كانون في مصر يعني الموضوع حكي لي برضو عن التجربة اللي انت الناس اللي ما اكلموك والاعدات وكلام ده كله احنا طبعا نعارف كل حاجة انا واحد من انفلونسر برضو بس هي حكيتي التجربة من وجهة نظرة كانت تهاني بصة الموضوع بالنسبة لي كان حاجة مفرحاني جدا وخصوصا ان انا فعلا برتاح جدا وانا بقى صور بك انا ومحبك انا طول عمري وبدايتي كانت معاها فكانت بالنسبة لي انهم اكلموني ديت وانا انا قاعد وانا كنت جاي قاعد في الميتينج انا مكنتش مش مستخدم الموضوع اه بالزبط يعني ومشاء الله الناس اللي موجودة اسماء يعني تقيلة جدا انا مبسوطا انا وجود وسطها فكان الموضوع بالنسبة لي لأ يعني فرحانه وستيل انا شايف الموضوع ان انا فيه تشالنجي حلوة عايزة حققه واثبت لهم ان انا استحق المكان اللي هم حطوني فيه ده جامد جامد على خير ان شاء الله اخر حاجة خالص بقى خالص خالص هنرجع ليه اللعبة تاني يلا بينا بتاعت السراحة راح يلا بينا تلات اسئلة كده برضو ماشي والسؤال بيقو ايه اكتر اردر فرح قلت يا ريتني كنت صورت الاردر ده انا كنت طلعت حاجات احسن من الشخص تاعملها ده اه او اردر كان نفسي كنت تاخده يعني حاجة زي كتا اردر كان نفسي اخده هو اسم سؤال راح 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 كان ابن مصطفى امر ابن مصطفى امر اه انا انا بحب مصطفى امر وكنت حاسن انا ممكن لو خدت الاردر ده اطلع منه مين بقى راح الاردر ده اه اديت اي تي او تقريبا اي تي او اه ماشي اردر حد لف ودار عليك وخده من وراك وانت عرفت كتير او مش لف ودار هو مش بديش مزاجه بس يعني ممكن بالصدفة حصلت معوقف معينة هو اعرض افر احسن فاخد الاردر ما لفش ودار اخده يعني كان كريم سلم يعني كان KMP Studio وقلت له على فكرة اتكلمت معايا كان اردر معايا ومحجوز من خلالي ما عرفش بقى غلطة ايه بالزبط يعني كان اليوم تمام وكان صديق وحد معروف في الوسط يعني واليوم تمام وحاجزه وكل حاجة مرة واحد بقى معك كريم مرة واحد بقىك معك كريم كريم يقعد على الكورسي ده هيعترف كمان يوميا لا على فكرة كانت معاه وقالي ان انا يعني اعرضت افر كويس عليها اه وحاست ان انا محتاج الافر ده بزبط اه بالزبط يعني فهو حد الكريم ما شاء الله برضو اسمت ايه دي يعني دخلت فيه اصلا طيب حد عمل عليك فيدباك وحشة قبل كده؟ اه حصلت بس يعني انا شوية لما بيحصل عني انا انا باهتم اقوبي العمل بشكل مستفز مستفز لدرجة الناس اللي عندي في الشركة بيتعبوا مني من اللي انا بعمله فيهم تمام في طريقة الـ وان انا اراعي العمل وخدمة العمل عندي كارثة انا عندي باتواصل مع العمل وبحاول اخدمه انا لو في حد كتب عندي فيدباك وحشة بتوصل لي باي شكل من الاشكال بتواصل مع الكلينت واتصرف وكلمه عشان اعرف هو ليه كتب عني كتب لقيمة بحلله مشكلته لقيمة بحتزرله والحمد الله الحالات اللي حصلت دي كانت حالات قليلة مش حالات كتير يعني انا مبسوط ان انا بعدها على ايدي في وسط كامل افراح اللي انا صورتها انها حالات معينة واستر لحد النهاردة انا بعمل كل يوم فيديوز بيتحايل فيها عالناس يا جماعة لو انتم في يوم الايام زعلته من الخدمة اللي انا مقدمها لك تعالى وقل لي عشان لاما ادي لك حقك او ارجع لك حقك لاما اعتذر لك عن اللي حصل مني حلو قوي عشان طبيعي احنا احنا شغل الاخر شغلات بصمعة واحنا مش ملايكة يعني احنا مش ملايكة طبيعي ان احنا ممكن نحصل من انا اخطاء بس جامد انبسطت يا احمد ان انا كنت معك انا اكتر والله العظيم ونورتني في البودكاست واتمنى يكون بودكاست كان خفيف عليك اللي انت اتكلمت ببقى في الكفاية لو عايز تقول اي حاجة للناس قول في الاخر انا كده خلصنا معرفش اي حاجة ممكن تبقى كويسة ولا انا بس دائما بشوف ان في ناس بتحبط بسرعة قوي والله لا حقيقية فعلا يعني انا بقى مانا كنت دائما في حاجة في شغلي مبسوط بيها جدا انا كنت مثلا معي مش عمر شريكي بقول له احنا ممكن يجي علينا يوم كنت بتفرج على فيديو الجنات تفرح جنات قلت له انا ممكن يجي يوم وصور فرح ممثل او فنان قال لي هيحصل بعدها صورنا فرح ممثلين وفنانين حصلت قلت له هيجي علينا يوم مرة تانية بس اقلوا هيجي علينا يوم نسافر وصور برح برا مصر حصلت وصورت مصر برا مصر صورت برا مصر عموما اصلا كشغل وكده هو الموضوع كل ما فيه بس الناس محتاجة تسع شوية ما تحبطش بسرعة وما تفتكرش ان في حاجة هتيجي بالسهل ودين حط تحتها مية خط بس لو انت بتسعى على حلمك صح ان شاء الله هتحققه بإذن الله ديمت شكرا رحمة انت جيت بس جدا احنا خلصنا يا شباب اتمنى يكون البودكاست تعجبك او شفته كويس او سمعته كويس حسب انت بتستقبلنا او بتسمعنا منين وهي اشوفكو البودكاست الجاي